مهما قعدنا نتكلم ومهما قلنا خلاص احنا طالبنا او مش طالبنا احنا كلنا بنرجو ان الراجل يعمل التغيير في اللعيبة عشان يرياحهم هو عمل كده الماتش اللي فات غصبا عنه لا بمزاجه لا لا بمزاجه والظروف اكبرته خد بالك من القصة دي مزاجه كافة مقربة موقوف ومحمود علاء لا فيش مدرب بيعمل حاجة غصبا عنه لا غصبا عنه لان اللعيبة مش معاه وجدت في مصلحته هو رقم واحد خلاص فالنهاردة بقى عنده بدائل بقى عنده بدائل وبقى عنده ثقة احنا بنقول محمود عبد عزيز محمود عبد عبد عزيز في كل الماتشات كان بيقعد يحتاجه ما بلعبش كنا بنقعد نقول ايه لازم يغير عشان يحافظ على المكسب بيلزل محمود عبد عزيز وهو ما كانش بيعمل كده دلوقتي يقدر يعمل بقى بالضبط كده عنده اعداد كان بيلعب خمس دقائق وست دقائق النهاردة لعب الراجل وقدى بشكل جيد جدا فاللعب النهاردة فيه ثقة في مجموعة كبيرة ارجو بس رجاء رجاء لجمهورنا العظيم اللي احنا دايما دايما بنقول انه هو السبب الرئيسي في المكسب ارجو ان الشلة او الناس ما يستعجلوش للفرقة الفرقة عايزة تكسب جول عشان نطلع بثلاثة بونت ارجو انهم دايما يبقوا دعمين للفرقة واللي هما يبش شتم وقهربة ويخلي عندك دم مش عايزين الكلام دا دا عامل فرقة لغاية لما تكسب ان شاء الله شوف يا كابتون خالد فيه مباريات انت محتاج منها فوز يا ما انتش محتاج فوز يعني مثلا بثلاثة اربعة لا بس الجرماية محتاج تفوز اكتر عشان تكون المواجهات المباشرة ببينك انا عايز تكسب اتنين صفر انا معاك بس انا بتكلم دلوقتي ان احنا ما نضغطش على لاعبتنا ونديهم الثقة من البداية للنهاية لان الفوز ممكن نيجي انت محتاج اي نتيجة فمقاولين صفر ممكن نيجي لكن جرماية لازم تفوز اتنصفر يا كابتن خالد لا مش لازم لازم يا كابتن انت يا كابتن داخل في القصة انت هتطلع بالنقاط يا كابتن خالد صدقني انت هتتأهل بالنقاط فانا بتكلم من ناحية ان الجماهير تبقى موجودة من بداية اللقاء وده اللي عودنا عليه جماهير الزمالك ان احنا بتصق في لعبتها من بداية اللقاء لنهاية اللقاء وان اللعبة دي ممكن الفوز ييجي في بداية اللقاء وييجي في وسط المباراة ويجي في نهاية المباراة فاتمنى من جماهيرنا العظيمة العشقى لنادي الزمالك ان تكون الدعم الرئيسي والكبير للاعبة نادي الزمالك في المباراة وإنها تشجحهم طول الوقت وإحنا أساساً مفروض أصل التشجيع نشجع بمنتهى الروح الرياضية وندي لعبتنا الصق عشان يقدروا يلعبوا بهدوء وتركيز في المباراة